الحقيقة لازم برضو قبل ما اروح لضيفي كابتن محمد صلاح لازم اوضح بعض الامور اللي كانت النهاردة مفاجأة كبيرة كابتن فؤاد عبدالسلام مدير تنفيذ الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة اعلن النهاردة في القرعة ان بطل بطولة افريقيا للرجال السنادي سيمثل بطول بتمثل القرى الافريقية في بطولة العالم القادمة في حدث الحقيقة مهم جدا سنوات طويلة بل عقود ما مسلش افريقيا ابدا حد في بطولة العالم النهاردة اللي هيفوز ببطولة افريقيا وان شاء الله يكون النادي الاهلي هيمثل مصر وافريقيا في بطولة العالم واه لو البطولة دي كانت السنة اللي فاتت كان النادي الاهلي هيمثله اربع فرق في بطولة العالم في حدث ما اوش اي نادي لو تفتكروا السنة اللي فاتت او في مطلع هذا العام كرة القدم لعبة بطولة العالم كرة اليد لعبة بطولة العالم كرة السلة رجال طبعا بتكلم على رجال التلاتة رجال لعبوا بطولة العالم كان ينقصنا فقط كرة طائرة اه اه لو كان هذا اللقب السنة اللي فات ولكن ان شاء الله نادي القادر او تاني كرة القدم النهاردة في قبل النهائي في بتوت افريقيا ان شاء الله فظلنا اربع مباريات ان شاء الله يا رب ونفوز بتوت افريقيا باذنك يا رب ان شاء الله ودعوات جمهورنا عندنا الكرة كرة السلة بتلعب تصفيات الكونفرنس لايل او مجموعة النيل في تصفيات بتوت افريقيا هتتلعب يوم تسعتاشر ان شاء الله على مجمع دكتور حسن مصطفى فاذا بالنافس اهو كرة اليد عندها السوبر الافريقي ان شاء الله يوم التلات لو فوزنا نروح بطولة العالم وعندنا الكرة الطائرة النهاردة بتلعب فممكن نحقق هذا الانجاز التاريخي تاني هذا الموسم باذن الله وان احنا نصعد باربع فرق بقى السنادي لطولة العالم في انجاز محققوش اي نادي في العالم ان يبقى عنده اربع فرق بتشارك ممثلة عن قرتها في بطولة العالم متمنى ان شاء الله ان انجاز ده يتحقق والنادي اهلي قادر بدعم مجلس ادارته ودعم جماهيره اللاعب رقم واحد اللي دايما بيشير اليه كابتر محمود الخطيب دائما ابدا في كل خطابات